على الأخبار وعلى الشيء اللي حصل وكيف شفت يعني شو كانت نظرتك الأولى طبعا مثل كل العالم لما شافت عملية فيها هالقدة يعني أنه الطريقة تنفيذها كانت ببراعة ومننا معوادين بهذه المنطقة أنه ناس مثل حماس يقوموا بهذهك عملية عامة كانت نتوقع إسرائيلية يعملوا إخراج وإنتاج لهذهك عملية فبعتقد كان فيه انبهار عام بين كل الناس حتى الناس اللي ما وفق حماس أنه شو هيدا كيف عملوها بهذه الإسرائيلية وين كان الإسرائيل بالنهاية هو ضعيف صار يعني مثل بقوله يعني إمبراطور بلا ثياب كنا مفكرينه ما ممكن أنه ينخرقوا لا أجت هيدا 7 أكتوبر غيرت المعادلة أنا بالوقت زيته سميولتانيس لي يعني بالوقت زيته لما شفت أنه فيه أخذ درهائن ولاد ونساء وكمان لما يعني عرفت أنه العملية كانت عملية القسائم ما بعث الفلسطينيين يعني الجهة الفلسطينية ما بعث أنه كانت كتاب القسام ولا الجهة الإسلامية ما بعث أيها منهم لما شفت أنه فاتوا على حفلة لشباب وصبايا سهرانين آآ آآ يعني ما أنا ممكن قول بارك الله فيكم أنت عملتوا باش باكم بالمقاومة مثل ما لازم لا إطلاقا بالعكس يعني هيدا الجراءات اللي عملوها تستحق الإدارة لأنه هيدوري شباب وصبايا شو خاصهم هذين عم بيحضروا ريف بيسموها طيب كيف هيك بيصير بس شفتي من مية تانية بس 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 سوري بس كامل الجملة فمن هون من هون بموضوع 7 أكتوبر بحد زيته يوم 7 أكتوبر بس اللي يعني زغر حجم اللي صار ب7 أكتوبر هو انتقام الإسرائيلي اللي صار بغزة يعني جريمة ضد الإنسانية يوم ولا التاني إبادي جماعية تهجير قصري يعني إذا ضلت إسرائيل فوق المحاسبة والمحاكمة بنا ننتهي بشي كتير صعب بس الإسرائيلي معود إنه الغرب بتشت شو هالمرة قد ما هو كان عنيف بعمليات الإبادة والتشريد والدمر لبيوت يعني مناظر ما الرأي العامة اللي كان تقليديا مع الإسرائيلي صفى قال لك لا أخي نا ما فيني أنا ما فيني تشوف هيك مناظر وقال لهم لأ هيدا ضمن حق شو حق الرد حق الرد والدفاع عن النفس لا لا فهون صار عندك صار عندك يعني في ناش ما فيك يعني إذا كنت ماشي بنيويورك أنا ما رح يقدر فهمهم مثلا اليهود بنيويورك شي هي وجهة النظر العربي لأنه هني شايفين ما رجلت نظره لني شايفين أنه حماس اللي بلشتها وحماس اللي علما أنه في كتير يهود هلأ متضامنين مع فلسطين كتير كتير بس ما اللي خايفي منه أنه تكون هيدا التضامن عابر انتقالي مش دائم لأنه يكون فيه هيك التعب والنسيان والتعب يعني من الموضوع نفسه تعرف أنت الزكرة زكرة الناس ما ما فيك تراهن عليها ما فيك تراهن عليها لأنه صحيح اللي صاير هلأ بالرأي العام الأمريكي والأوروبي والعالمي يعني فعلا صف على إسرائيل ولكن في شي استوقفني لما قلتيلي أنه يعني متك عنه أو حيتيلي أنه الرهائن اللي أخدون هن من أطفال لنساء وفاتوا على هيد الحفلة لما شفت اليوم الرهائن اللي عم تطلقها إسرائيل شفنا أعمار كمان كثير صغيرة يعني أنا يعني الرهائن الفلسطينية يعني كدولة هيد خصوصي يعني تعتبر حالة دولة متطورة دورة وبعدين لا في علية التزامات يا محمس يمكن لأنه حركة ما على يمكن ما في وسائل تضوئ على قانونية أو غير شرعية اللي عم بيقوم فيه بينما إسرائيل اللي عم بتقوم فيه بسجن قاسرين بقوله يعني اندر ايج وبحطوهم بمحاكم عسكرية هذا ضد القانون الدولة يعني يعني هيد دولة طباً أمام الانتهاكات اللي عملتها إسرائيل بفلسطين كل شي يبرر أمام خماس كيف هيك بنا نقول كل شي يبرر أنت بدك تقول عم بسألي كل شي يبرر أمام خماس اللي عملته أنا أنه حجم الانتقام الإسرائيلي رهيب ويجب أن سميتلك جريمة ضد الإنسانية إبادة عم بخبرك أنه هذا ضد القانون الدولة معناتها فيه ضرورة تحرك قضائي مش بس بالمحكمة نعم نعم حماس هون تبرر فعلتها لا تبرر عشو بدك تبرر حماس عم بتعمله هلأ إسرائيل ما بفهمك أنا آية عميته إسرائيل بمطرح معين بتصير الواحد يقول ها ردي تفعل على سنوات أمام إسرائيل إذا بتريد تبحث بها الطريقة ندخل بدوامي وما أنا ما تأتب يا أما منركز منشوف شو عم نقول يا أما مش ضروري نحكي بالموضيع ما عم نقول نحنا خبرك شغلة كتير مهمة هلأ عم بقول لك الإسرائيلي مش بس الإجراءات الإبادية اللي عم بيعملها مع الفلسطينيين بغزة بل أيضا احتجازه بالسجون يعني الشباب والصلايا للقاصرين هاي دي ضد الأنون الدولي يعني هاي دي لازم يحاسبوا عليها من المجالات الدولية لأن مفروض ما ينقبر هالشي هلأ في ناس عم بت بتحضر ملفات إذا بدك للإنترناشنال كرمينال رول تعرف الكورت هيدا يعني مش ما قلو صلاحيات تنفيذ كبيرة بس إلو قانونية فعم بحاولوا يقولوا إنه إذا أخذت دول تشكت على إسرائيل بهذا الموضوع في وقدمت إنه كان فيه جرائم حرب وجرائم ضدر إنسانية إذا مقدمة من مثلا محامين من حقوق تنظيمات حقوقية هذا الشي بس إذا الدول فعلا كان عندها أدلة ثابتة ساعتها فيك تروح وتعمل حملة عليهم بالإنترناشنال كرمير كورت بالإي سي جي يعني هو المحكم الجنائي الدولي بس بالوقت زيته بدك ساعتها تخاف أو مش تخاف تعرف إنه كمان اللي عملته حماس بخالف القانون الدولي يعني بأخذ الرهائن بتهمة شو حطين بالأنفاق تحت المستشفيات إذا مظبوطة في أدلة عليها بساعتها كمان بدك تكون عم تتعرض حماس للمحاكمة من نفس الطريقة تطالب إسرائيل بأن تحاكم هلأ إذا بدك تقلي تاريخ الفلسطيني من الاحتلال إلى اليوم إنه إجت عمليات حماس تحتى تنتقم منه وتصلح المصار في ناس عندها رأي في أراء مختلفة كتير يعني أنا صراحة أنا بتسمى على الرأيين أو ثلاثة أو أربعة لأنه في اختلاف على الموضوع أيضا أنا من الناس اللي بيأمنوا أنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هو السلطة الفلسطينية حماس هي فرضت نفسها وأيضا يعني ساهمت بيفصل الفلسطينيين عن بعضهم يعني صفت عندك السلطة بالضفة الغربية وعندك حماس بغزة وهيدا أحد الأسباب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني اللي أضعف الملف الفلسطيني هيدا الانقسام الجذري والخلافات المباني الفلسطينيين بسبب حماس هيدا كمان هو اللي ساعت في تأخير أي حل للموضوع الفلسطيني إن كان حل الدولتين أو غيره بس انتفضل بدي روح معك شوي قبل على اليوم عم نشهد هدنة هل رح يكون برأيك في تأسيس لهدنة أطول أو هجوم وخضات أعنف من قبل أنا بعتقد وبتمنى أكيد بس بعتقد كمان إنه في مقومات للأمل بإنه هيدا الهدنة تتمدد لأنه ما بدنا حتى يكون فيه هدنات يعني متقاطعة إذا بدك يعني يعملوا هدنة على خمسة أيام بعدين بيزير في حرب بعدين هدنة إنه حرام الناس حرام العالم قديش عم تتعذب ملايين العالم من غزة اللي راح بيته اللي راح ابنه اللي راح عائلته اللي راح يعني هيدا عذاب هيدا عذاب بعدين ما له يعني سابقة بفتكر هيدا الهدنة تم التبصل إلها بمشاركة دول عديدة طبعا الولايات المتحدة وقطر ولكن خلف الكواليس أكيد إيران كانت جزائيا هيدا اللي كتبتي بما قالك بالنهار العربي أنا كل نهار أحد وشكرا لأنك أشرت لهيدا المقال لأنه كل يوم أحد بالنهار العربي في عندي مقال بتعب عليه كل الجمعة تقعد هايك تشوف الجان قهوة بتقرأ بتستفيد كتير لأنه أنا بكون مجايبة معلومات الدنيا تحتى أقدمها للقارئ حتى ما تفرسها فإنها يعطيه رأيه وبس وحتى بتحط إنه مصادر معينة صح نعم ضروري بقى في اللي اشتغلوا على هالهدنة هني دول مهمة باعتقادي إنه رح تتطور بس بعد بكيرتا يحكى بعناصر التسوية الكبرى يعني إذا بد يكون في تسوية كبرى بترتيبات أمنية في المنطقة العربية والخليج بدك تقول يعني بد يكون في إعادة هيكلي لمنطقة الشرق الأوسط ككل هيدا عم بيبحثوا فيه على نار خيفتي وراء الكواليس لأنه الحالة الإنسانية هلأ هي يعني الأولوية الحاسمة بس أنا بعرف إنه فيه أحاديث وراء الكواليس إن كانت الدول الخليجية مثلا في منها مش وراء الكواليس إذا بتتذكر من شجمعة زمان كان في قمة عربية إسلامية بالرياض وتشكلت وتشكلت آلية اللي هن مكلفة من وزراء خارجية بتعديدها شوف إذا بتذكر السعودة طبعا يرأس هذه اللجنة مصر والأردن وفلسطين وإندونيزيا لأنه كونها أكبر دولة مسلمة ومنظمة التعاون الأفريقي من أفريقيا ممثلين كمان أيضا فهي دولة تحركوا بسرعة بعد تأسيس هيد الألية وبلشوا يروحوا على الدول اللي ممكن يكون إلى علاقة بتوصل إن شاء الله إلى هدن دائمة وإلى ما بعد يعني شو بعد العملية الانتقالية بدون يكون فيه عناصر تسويه سياسية أول محطة إلهم كانت بالصين رحوا على الصين بالأول بعدا رحوا على أوروبا ودولة الخمسة دائمة العطوية بمجلس الأمن إنه خمسة طبعا أكيد توقفهم كمحطة أولى بالصين إلها أمية يعني لأنه مش بس يعني عم بقولوا للأمريكيين نتبهوا نحن بدنا كمان نشد معنا هيد الدول لأنه نحن عم نتعاون معكم بس بالوقت زيته نتعاون حتى نعرف شو هي معالم التسوية الكبيرة فرحوا على روسيا عم بيشتغلوا وهيدا الشغل السياسي تهيئة لليوم التالي يعني مش بالوقت زيته إنه في كل الدول الخليجية بالمناسبة عم تلعب دوار كتير مهمة مع الولايات المتحدة يعني مثلا تعرف قطر بموضوع الرهائن تبدل الأسرة والرهائن يعني على لعبة الدور أساسي ومن خلالها بعتقد إيران لعبة كمان دور لأنه نعرف إنه كمان ساهمت بطريقة غير مباشرة بتمنى على إطلاق صراحة مثلا التايلانديين بفتكر كان بطايلاندي أي المهم إنه إيران كمان عم بتساهم بصياغة آراء وأفكار للتسوية الكبرى بإذن الله أنها تكون تصير تم وإيران كانت موجودة على مستوى الرئيس الجمهورية مش الجمهورية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان موجود هو بالقمة بالرياض واللي طلع منا بيان ختامي وهذا البيان الختامي كان فيه عدة نقاط مهمة إنما من أهم النقاط فيه إنه حل الدولتين دعم حل الدولتين الإيرانيين ما بعمروا نوافقوا على حل الدولتين رسميا هيدا صار يعني صار فيه اعتراف بوجود دولة إسرائيل من قبل إيران اعتراف الأمر الواقع مش الاعتراف الرسمي بس الاعتراف مبدأ إنه الدولتين ما كانوا يقولوا هني لا الموقف الرسمي هلا أنه المفاوضات يلي عم بتصير بين إيران وأمريكا بين إيران والسعودية هي يلي إذا بدك نوعا ما ما قدرت تدعم مية بالمية دور اللي لعبته حماس بالشيء اللي عملته بسبعة أكتوبر يعني ما لقينا إذا بدك نوعا ما جديا المقاومة ماس كايد بعضا إذا بدنا نقول المقاومة الإسلامية بين إيران بين حزب الله بين كلهم إيران تنصلت من العملية اللي آمد فيها حماس إيران عربت عن رأيها وأبلغت حزب الله إنه ما بدت تتورت بحرب إيران فهمت إنه جهود العسكري الأمريكي لحامل الطائرات مثلا وغيرها إنه طبعا هذه رسالة ردع كانت لإيران ما تجبرينا إنه ندخل بحرب إلى جانب إسرائيل لأنه هي حليفة المولايات المتحدة حليفة رسمية استراتيجية ما تجبرينا نحنا نفوت الأمريكان عم بقولونهم على حرب لأنه نضطر إنه يعني نعمل عملية نقاط له ما بدنا ندخل الحرب إحنا مع إيران فوصلت للرسالة لإيران وعليه لحمة هي عم كل التصريحات اللي يعني عبداللهيان وقتها زار لبنان المقاممة هي بتقرر بس إنت برأيك كانت رسالته إنه ما يفوتوا بالحرب أكيد من الأول من الأول رسالة إيرانية لعدة أسباب مثلا إذا رجعت بقالاتي بالنهار العربي إذا رجعت لأحد هيدا واللي قابله لأنه كل المقالات موجودة أنا بحط كل الأسباب اللي ربي رأيي أدت بإيران للموافقة على التهادنية منها طبعا إنه وراءة حزب الله عند إيران غالية جدا إنه ما بدأت تصرفها إجت الرسالة الأمريكية إنه إذا ما كمشته الأمور وما يعني ما فهمته إنه ما في مجال غير ما تردوا أو يعني مش بس تردوا يعني تدخلوا وحدة الساحات إذا هالشي إذا أنتوا رح تعملوا هالشي نحنا لنكون مضطرين إنه نكون طرف مع أسري بالقرب عليكم هلأ لذلك أمريكا عم تحيد إيران إيران إيه إيه إيران أمريكا حيدت إيران هي يعني كان دورها أساسي بدعم أوروبي بس الرسالة الأساسية أو الردع الحقيقي هو إجا من طرف الإدارة الأمريكية إدارة بايدن العناصر الثانية يمكن اللي قدت بإيران اللي حتى ما تفوت على الخط وتوسع الحرب غير إنه الخوف من ردة الفعل الأمريكي العسكرية بفتكر كمان كانوا عارفين إنه بحال توسع نطاق الحرب بده يستهدفوا الأمريكان والإسرائيلية إلا ما يسموه بالبرنامج النووي الإيراني بيدمروه هلأ الإيران عنده أولوياتها هذا البرنامج النووي بده عنده شي سنت زمان وبيخلصوه يعني مش بس يعني منشان سواد عيوننا ومنشان أنا عنده حسابات واحدة مننا إنه يعني إذا كتوصل لمحل إنه إذا كتنع فيه داخل الإيران فيه انقسام فيه ناس بدهم يكملوا بالعقيدة اللي هي أساس النظام وفيه ناس عم بتقول إنقاذ النظام يتطلب مننا إنه نتأقلم مع الوقائع حوالينا بما فيها السكوت إلى أن يكتم البرنامج النووي سيت عنده القنبلة النوابية واحد اتنين اللي فهمتوا أنا إنه لما فاتوا مع الروس بالحرب الأوكرانية بالمسيرات اكتشفوا إنه يا عمي نحنا المنظومة الدفاعية منظومة القتال الجوي عنا نحنا والمسيرات منا كما كنا بفكرين خافوا أكيد خافوا لأنه هاي دي لو فاتت أمريكا وإسرائيل بحرب على إيران كانت خربت بعدين الإيراني عم بتطلح حوالي عم بيقول أنه أنا لازم رفع العقوبات عني عم بيفكر إنه شو الطريق لرفع العقوبات هي طبعا إحياء أو إعادة إحياء أو إعادة إخراج الاتفاق النووي اللي كان موجود واللي مش موجود هلأ جي سي بي أو أي فهي دي الأسباب دعت إيران إلى لقى النصيحة لحزب الله إنه ما يتورد بالوقت ذاته الأمريكان شدوا على الإسرائيليين وفعلا لعبوا دور كتير مهم مع الإسرائيليين إنه نحنا ضد استفزازاتكن لحظة